أهلاً أحبائي ما زلنا في حديثنا عن ألوهية المسيح في العهد القديم رح أقتبس آية طبعاً مشهورة زي إشعية 9 آية 6 في ميخا إصحاح 5 والآية 2 مكتوب أما أنت يا بيت لحم أفراطة لاحظت تدقيق بالنبوة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهودة فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل لاحظ الكلام الرحيولة في بيت لحم بكمل ويقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل راهي الآية لأي واحد يهودي يعني بقول لك يعني مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل الأزل الذي لا بداية له ولا نهاية آية صريحة واضحة جداً عن ألوهية يسوع المسيح التتمة بتشوفها في لوقة إصحاح 2 أن أغسطس بسن قانون يكتتب في إحصاء وكل واحد لازم يرجع إلى بلده الأصلي يوسف ومريم الأصل بتاعهم من بيت لحم لاحظ الكلام فصعد يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لأنه في مدينة داود كمان اللي هي صهيون جبل صهيون في القدس لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل واضح أنه راح لبيت لحم في اليهودية بيت لحم مش اللي في الجليل لأنه في بيت لحم الجليلية اللي هي قريبة من مدينة الناصرة لكن إلى منطقة يهودة إلى مدينة داود بيت لحم مدينة داود مش صهيون اللي بالقدس يعني سبيسيفكس بيتكلم عن تعبير واضحة جداً في هذا الموضوع وفي صحاحة اتنين من بشارة متى مكتوب عندما جاء المجوس الحكماء من المشرق سألوا سألوا بالأول هيرودس الكبير أين هو المولود ملك اليهود ورجع السؤال أين يولد المسيح يعني لاحظ الذي يولد في بيت لحم كطفل هو المتصلت على إسرائيل الذي لا بداية له ولا نهاية ولد في أرض يهودة في اليهودية في بيت لحم يعني مش في بيت لحم الجليلية وهكذا يعني بوضح الكلام 100% ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة